إذن مشاهدين الكرام أسعد الله مساءكم بكل خير اسمحوا لهذا المساء أن نرحب بسعادة النائب الدكتور سليمان القلاب مساء الخير يا سيدي نور الله أعطيك يعني دكتور سليمان ما نزال حقيقة مع الحدث مع هذه التطورات الميدانية هناك يعني عن جهية صهيونية عن جهية إسرائيلية من شأنها حقيقة أن تسيئة للإنسان للحيوان للحجر للشجر في قطاع غزة لا تبقي ولا تذر هذه الحرب للأسف على أهلنا هناك اليوم المشهد كما نراه من وجهة نظر قانونية يا سيدي أخير عزيزي المساء الخير إلى كل المشاهدين يعني المشهد الحالي لا يمكن عزله عن مبدأ الاستعمار الصهيوني لفلسطين هذا الاستعمار أوضح استعمار في العالم من حيث أهدافه هو استعمار إحلالي بمعنى أنه يريد من الشعب الفلسطيني أن يترك أرضه صحيح وأن يأتي اليهود من كل بقاع الأرض ويستوطن فلسطين نعم فالهدف واضح منذ البداية وكل المحسنات لهذا لهذا الوجه البشع الصهيوني البشع وكل المكياج الذي وضع على وجه هذا الاستعمار لم يفلح نعم الهدف واضح منذ البداية يعني خليني أقول لك هذا الاستعمار مبني على أساطير دينية توراتية نعم بأن هذا الوطن لليهود وبالتالي كان الهدف واضح منذ البداية بأنه يجب على أصحاب هذه الأرض أن يغادروها وأن يأتوا اليهود إلى هذا الوطن الفلسطين وما يكون فيه حدا هذا الاستعمار يختلف عن جميع كل أنواع الاستعمارات الأخرى مر علينا انتداء حماية وصاية لكن الدولة المستعمرة لا تهجر هذه الشعوب وانتهى هذا الاستعمار بشكل أو بآخر لكن الاستعمار الصهيوني لفلسطين مبني على ثوابت ولم تتغير هذه الثوابت منذ بداية الحركة الصهيونية ولا حد الآن المطلوب أن يغادر الشعب الفلسطيني أرضه وأن تبقى فلسطين خالية لا يوجد فيها إلا اليهود فقط وبالتالي ما تراهي الآن من هذه الإبادة الجماعية من هذه المطالبة بالتحجير هو مبني على نفس الهدف الأول بمعنى نحن نريد فلسطين بدون فلسطينيين هذا الهدف معلن بالنسبة لليهود لكن في بعض الأطراف الأخرى تحاول أن تجمل هذا الموقف بخليني أقول بنوع من المكياج الزائف لكن هدفهم والله يا أخي العزيز مأمون لم يتغير منذ بداية الحركة الصهيونية وحتى الآن نعم طيب دكتور سليمان حقيقة يعني الهجمة الشرسة التي نشاهدها والمبالغة حقيقة لا أريد أن أسميه عقاب ولكن ردة الفعل على يوم 7 أكتوبر 27 ثاني الجاري يعني هناك مبالغة في العقاب في ردة الفعل الإسرائيلية استخدام لأسلحة محرمة دوليا وإن كان كل السلاح يعني محرم هناك محاولات تغول وتوغل في القطاع حرب من الجو حرب من البر حرب من البحر كل هذه الأمور كيف يمكن لنا أن نقرأها اليوم أخي العزيز كل ما يجري الآن في غزة إذا حبيت يعني بكلمة واحدة أنه لماذا حصل هو عدم وجود الردع العالم الغربي كله مع اليهود ومع أهداف اليهود العالم العربي والإسلامي ردت فعله باهتة جدا يعني كلها ودوا لهم مساعدات ودوا لهم وياليها تقدرين يودوا لهم ياليها تقدرين يودوا وبالتالي يد إسرائيل بكل التكنولوجيا الغربية مطلقة على الشعب الفلسطيني في غزة هذا يعني حاب أحكي لك شغلة مثل ما يعني من البداية أنه المطلوب أن لا يوجد شعب فلسطيني في فلسطين مدام أجت هذه الفرصة والشعب خلينا نقول بلاش يقول الشعب الدول الغربية كلها داعمة والصمت العربي مطبق والصمت الإسلامي أكثر سيدي الشعب الغزي دفع ضريبة الدم وزكاة الدم وخلينا نقول لن يبحثوا عن الخمس وحتى خمس الدم ما هو المطلوب منهم أن يبادوا ما هو الهدف الإسرائيلي واضح أنه لازم يكون فيه إبادة البحث عن القانون الدولي وعن القانون الدولي الإنساني وعن القانون الدولي لحقوق الإنسان إذا لم يجد قوة تطبقه هراء لا يوجد قوة في العالم تطبق القانون الدولي الإنساني ولا حتى القانون الدولي بالمطلق على الكيان الصهوني لا يوجد نعم ممكن يكون فيه تعاطف من بعض الدول لكن ما فيه جدية بتطبيق هذه المعايير على الدولة الصهونية جيب لي أي قرار صدر عن مجلس الأمن من 181 و194 و242 و338 أي قرار تطبق لم يطبق أي قرار العالم الغربي أنظمة العالم الغربي كلها مع الكيان الصهوني نعم وبالتالي هذا التغوض اللي تشوفه مو جاي من قوة إسرائيل جاي من ضعف الردود العربية والإسلامية وخليني أقول شغلة تواطع العالم الغربي مع الحركة الصهونية نعم لكن يا سيدي ربما لا نريد أن نعمم أو أن نخصص البعض في قصة التواطع لكن هناك اليوم موقف يتحدث وموقف بات صاحب أثر لدينا جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظه الله ورعاه يعني ما قبل هذه الأزمة ما قبل سبعة تشرين ثاني كان يستشعر هذا الأمر وينذر بأن انفجار الوضع نتيجة هذا الظلم المتراكم ونتيجة التعنت الإسرائيلي ونتيجة عقلية القلعة التي حكمت الحكومة والمعسكر اليمين المتطرف في إسرائيل ثم وقعت الكارثة وكانت أيضا الجهد الأردني حاضرا في جولة جلالة الملك في أوروبا لحجد رأي عام للتخفيف على أبناء القطاع وما يتعرضون له وربما أيضا مؤتمر القاهرة للسلام جلالة الملك وضع أولويات ووضع لآت جديدة تضاف إلى اللآت التي أطلقها يوم أرادت أمريكا وإسرائيل نقل السفارة الأمريكية وإعلان صفقة القرن أخي العزيز يعني ما قالوا جلالة القائد وإحنا كلنا خلف جلالة القائد نعم من السنوات وهو يتكلم عن عدالة القضية الفلسطينية وبدون حل عادل للقضية الفلسطينية لن يكون هناك سلام في شرق العوسط وحقيقة الآن اللي قاعدين يشوفوا نتيجة تجاهل كلام سيدنا يا عمي حل الدولتين وهو أقل القليل واللي معترفين في العالم واللي قدرات مجلس الأمن تحكي عنه 2-4-2-3-3-8 نفذوهم وعملوا دولة للشعب الفلسطيني وعيشوا بسلام معد هذا كلام سيدنا وكلام كل العقال في العالم نعم أنه بدون أن ينعم الشعب الفلسطيني باستقرار لن ينعم غيره بأي استقرار هذا الحكي معروف وبالتالي العقلية الصهيونية أنه هذه الأرض كلها إنا والباقين خدم عنا ونذبحهم ونهجرهم هذا الموضوع يجب أن ينتهي وإلى الأبد لكن خليني أقول شغلة يعني جهود سيدنا عظيمة جدا لكن لابد من إسنادها من جهبتنا الداخلية نعم أن نكون في الجبهة الداخلية الأردنية من شتى المنابت والأصول خلف توجهات سيدنا ووحدتنا الوطنية يجب أن تبقى متماسك وإلى الأبد لأنه هذا هو المطلوب هذا الأردن القوي هو فلسطين القوي فيه شغلة حابة أنا أحكيها أنه بعض مرات فيه مثل عند العرب يقول لك الشر إسياج أهله نعم إذا ما في قوة تردع هذا العدو مثل ما أنت شايف أطفال نساء يا أخي القانون الدولي الإنساني يتحدث عن حماية المدنيين أثناء الحرب لأنه أنت هدفك المقاتل مو هدفك الطفل والمر مين يطبقه؟ لا أحد ولا أحد يستطيع أن يطبقه على اليهود أنا أريحك لا أحد يستطيع معبر رفح وهو معبر فلسطيني مصري لماذا لا يفتح؟ ما علي قوات إسرائيلية يسيدوا عند اللزوم إذا حابين أنهم يقصف هالمساعدات اللي دخلوها العرب خلهم يقصفوها قدام العالم يجب أن يكون هناك جهود أكبر لمساعدة الشعب العربي الفلسطيني في الصمود على أرضه وهو هذا الشعب هو القلعة الأولى والحصينة في وجه الحركة الصهيونية طيب دكتور سليمان حقيقة الأهداف المنتخبة اليوم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يعني تكاد تكون أهداف أيضا فيها معادة لكل شيء إنساني يعني عندما يتحدثون أو عندما ينتخبون أهداف مثل المرافق الصحية المستشفيات المراكز السيارات الإسعاف المساجد المدارس المخابز هذه أي عدو لإسرائيل موجود فيها سيد احنا ما رح ندخل بعملية هذا اللي دخلوها هذو المحللين وجبوها وودوها إذا الهدف الأصلي أنا أريد أن أخلص منك نعم يعد بحكيات تتهجر هو أنا يعني بحال أنك أنت قاعد بمستشفى أو قاعد بالشارع أو قاعد بفندك الهدف تبعي أنك أنت يا مروح نعم يا ميت وبالتالي كل الحكي عن الباقي هذا عبارة عن كلام يعني ليس له معنى مدام الهدف الصهيوني الواضح أنه أنت يا الفلسطيني يا أما ميت يا مهاجر وبالتالي كل الكلام الباقي أنه أنت تكون بمستشفى أو تكون بالشارع أو تكون في كنيسة هذا الحكي يبطل يعنيهم صحيح أنت كيف؟ طيب اليوم بجوز سيدي يعني سعادة الدكتور سليمان القلاب فيما يتعلق في هذا الأمر تحديدا فيما يتعلق في قصة التهجير القصري حذر منه جلالة الملك وربطوا في حالة حرب ولكن إرادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أسقطت هذا الخيار وردته في وجه إسرائيل لم يخرج أي غزة آثر الموت وقبول الإبادة على أن يكونوا مهجرين وقد تعلموا من دروس سابقة أخي العزيز السبع مليون فلسطيني الموجودين في فلسطين التاريخية هم اللي يحاولوا ينهو المشروع الصهيوني أنه هذا هذا الوطن ليس له أهل وبالتالي هذول السبع مليون هم اللي عاملين قضية خلينا نكون صادقين مع بعضنا نعم هم اللي خارقين أرق للحركة الصهيونية هذول المثبتين بأرضهم وأعتقد إنهم بالنسبة لهذول الناس انتهى مفعول التهجير نهائيا بالنسبة لهم قاعدين يموتوا وفضلوا الموت على التهجير نعم هذول رأس الحربة العربية الإسلامية في مواجهة الحركة الصهيونية والإمبريالية العالمية اللي تدعمها بالنسبة لما قالوا سيدنا أنه والله التهجير بالنسبة لنا يعني خط أحمر أحنا مع سيدنا بمواقف المطلقة نعم أي موقف ودويا راح يلاقينا احنا إلى يمينه وأبدا يعني احنا مع سيدنا بالمطلق هذا الكلام ما عليه حكي لكن احنا نحكي أنه من يبحث عند القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان هذه القوانين لن تجد من يطبقها على أساني ما هي الخيارات الدكتور سليمان والله يا أخي إذا كان خياراتي أنا لا الخيارات الواقعية الخيارات المنطقية لدينا جميعا أمنيات حقيقة ولكن نحن نتعامل مع واقع نريد خيارات وننظر إلى سيناريوهات الغد بناء على المعطيات والله الواقع 435 مليون عربي نعم لحاله ما دول بدون 2 مليار مسلم يقفوا عاجزين أمام 5-6 مليون صحيون في فلسطين هذه المعادلة غير صحيحة هذه المعادلة لدينا أسلحة كثيرة في عنا أسلحة ترى تتاج الطيارة وكذا لدينا أسلحة غيرها يا أخي مصالح الغرب اللي في الوطن العربي في العالم الإسلامي اللي عمي ترى مصالحك والله يعني عندنا أحسن مصالحك وعند اليهود ياش هالمحبة هذه للحركة الصهيونية اللي عملت شرد شعب وبالتالي حتى لو فيه دبلوماسية خشنة نصل لنوع من الدبلوماسية لخشنة ممكن يكون فيه نتيجة يعني فيه دول عربية لها علاقات حميمة مع الغرب ومع اليهود وقلهم يا عمي ترى يعني صارنا نستحي من شعبنا مم فممكن تفعيل هذه الدبلوماسية الخشنة نوعا ما لكن انت شايف هذا الشعب يعني المطلوب منه أن يعني يبات ما هو المطلوب من الشعب الغزي أن يبات نعم هذا مطلب صهيوني لكن ممكن يكون مطلب يعني مستحيل يكون مطلب عربي وإسلامي تنتظروا حتى يبات ولا يمكن أنه احنا يعني لا يمكن تبرير بعض المواقف العربية ويعني أنا أشكر جدا 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 وسيدنا أنه والله موضوع التهجير خط أحمر وحتى يعني معالي وزير الخارجية قال يعني احنا نعتبر بمعنى يعني إعلان حرب صحيح ترى إذا سيدنا قرر أنه إعلان حرب احنا كلنا مع سيدنا نعم مواقف سيدنا لأنه والله العظيم هو سيدنا دليلنا في هذا الجو المعتم هذا الجو إنه تمكن ما مر على الوطن العربي أبدا طول حياته نعم طيب سعدتنا بحقيقة يعني خلينا نحكي أيضا مؤسسة هام اليوم وهي المؤسسة الشعبية المؤسسة البرلمانية المنتخبة مجلس النواب لا أتحدث عن مجلس النواب الأردني ولكن مجالس النواب في حول العالم لابد أن يكون لها موقف وربما أيضا على مجلس النواب اليوم والبرلمان الأردني دور مع البرلمانات العربية سيدنا صار هذا الدور ونحكي في مجلس النواب واستنكروا زملائنا النواب واستنكروا بشدة بعد إذا حابت ضيف لها بشدة نعم والبرلمانات العربية كمان استنكرت وأعربت عن غضبها لكن والله لم يغير شيء عند اليهود نعم يعني خلينا أكون صادق معك يعني ما لم يغير شيء وبالتالي إحنا قلت لك الأدوات التي استخدمتها البرلمانات العربية هل تجد بأنها أدوات فاعلة؟ لا يعني هل هو هذا البيان أني أنا أبعثه وأعبر عن مشاعر الجياشة وعواطفي وما إلى ذلك وأدين وأستنكر هل هذا هي أداة تعبير فقط؟ والله يا سيدي يقول لي صاير أنه فقط أداة تعبير يعني نقول لك أنه إحنا أثرنا أو البرلمانات العربية والإسلامية أثرت على الموطف الصهيوري تجاه غزة أنا أنا شايفه ما أثر طيب لو كنت ناصحا بعيدا عن أنك رجل برلماني وقانوني لو كنت ناصحا اليوم لهذه البرلمانات العربية ما الأدوات اللي بيتها؟ أخي العزيز الأدوات ليست بيت البرلمانات نعم الأدوات بيت الحكومة خلينا نكون صادقين نعم يعني كم مرة إحنا طالبنا بطرد السفير الصهيوري ما ما نطرد نعم الأدوات بيت وأعتقد يعني أنه لكل موقف له مبررات وممكن يكونوا يقول لك أنه طرد السفير ما بيساعدنا على إدخال المساعدات أو ما أو أنه يقلص أدوات يعني تواصلنا لعجل يعني خلينا نقول تقديم خدمات إنسانية لكل دولة لها مبرراتها لكن أنا أطالب بنوع من الدبلوماسية الخشنة يعني كفى هذا المطلوب أنه ينبادل الشعب الغزاوي يعني ترى ثلاثة رباة وصار بدون مأوى نعم فالموضوع والله بدون موقف أكثر من الإدانة والشجب والاستنكار هذا ولا أي واحد يقدر يقولهم لكن هل هذه العبارات تؤثر بحركة صهيونية قائمة نعم على نوع من خليني أقول لك الأساطير الوهمية بأن هذه الأرض لهم وهي وكل من عليها ومن عليها عليه أن يموت أو أن يهاجر هل الاستنكار ينفع مع هذه المواقف والمبادئ اللي واضحة بالنسبة لهم ولا ينكروها نعم يعني بدي أعطيك مثال السفير السفير في وزير أجل على الكيان وقال أنه ترى أنا جايكو مو هو بصفتي وزير أمريكي بصفتي يهودي نعم مزير الخارجي الأمريكي بلينكين بلينكين نعم أنت عارف كمان العبارة هذه العبارة أني أنا كيهودي أؤيد كل روايتك نعم أؤيد روايتك التوراتية لأنها هذه أرض المعاد وأنها هذه أرض إليك وأنه ما ناسألوا فيها شيء وبالتالي أنه أنا لا أؤمن لا بالقانون الدولي ولا بالقرارات الدولية ولا بقرارات مجلس الأمن ولا بالقانون الدولي بمعنى أنه أنا جايك يهودي منات وأنا أؤيد الرواية اللي أنت تحكيها نعم أنه هذا هذه أرضي وهذه في ناس موجودين فيها عليهم منهم يا يموتوا يا يهاجروا هذا معنى أنه أنا جايك كيهودي بالعكس لو قال أنا جايك كإسرائيلي مع جنسية إسرائيلية كان الوقع أخف نعم لكن أنا جايك كيهودي معنى أن عقدي أه معنى أنه مؤمن بروايتك نعم كم تكير ومن يؤمن بالرواية الإحلالية هل يؤمن بالقانون الدولي سؤال نعم لا يؤمن هو يؤمن بهذه الرواية وبالتالي هو لما جايك بصفته يهودي لا تحكمه بأي موضوع آخر نعم ربما أيضا يعني السردية الإسرائيلية الحقيقة مبنية على التزوير على التحريف على كل هذه الأمور حرفوا التوراة ومن بعد أيضا حتى على شعوبهم على تلامذتهم على النشأ الجديد يا سيدي يا ريت أن الباحثين والدارسين اليوم يذهبوا إلى المناهج التي تدرس داخل الكيان الإسرائيلي ليجدوا أن احتفالهم حتى فيما يسمى بعيد الاستقلال استقلال عن من أنهم يقولون أن 15 أيار هو عيد استقلال لدولة إسرائيل بسبب استقلالها عن الاستعمار البريطاني ومن أعطاهم وعد بلفور ومن أعطاهم الدولة نكتة هذه نعم موجودة حقيقة يعني هو يستقل عن اللي جابه آها ممكن عن اللي خلفه يعني هذه نكتة أخي العزيز السردية الإسرائيلية مزورة طبعا يا سيدي حتى الناس اللي راحوا وركضوا وراهم بأوسل وغير أوسل ما صاركوا ثلاثين سنة عملوكوا إشي نعم السؤال انت وافقت على الاعتراف وعلى 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 إيش قلقت ولا بيشي نعم يعني بعد أوسل تضاعفت المستوطنات 18 مرة وهذا وعد رب العالمين فيهم لا يرعون إلا ولا ذمة نعم شكرا جزيلا لك سعادة النائب الدكتور سليمان القلاب عضو مجلس النواب التاسع عشر شكرا جزيلا لك يا سيدي